أن الإنسان يشكر هذه فيه ثقافة عالية معنى الشكر يعني المقابل أزدى إلي شيئا أو منع عني خطرا فأنا أشكره يعني بالنتيجة هو منعم فأنا أريد أن أشكره عمليا عمليا نحن نعجز عن شكر الله تعالى بالمقدار الذي يوازن نعمه الإنسان فرض الآن أحد ذكرك بخير وهذا الذكر بخير أن جاك أنت تشكر هذا الشخص بأي نحو من الشكر تعطي هدية تذكره بدعاء تدعوه إلى بيتك بحيث هذا الشكر يوازي ذلك الموقف فأنت تقول لقد أديت شكر ذلك الشخص شكرته والآن عمليا بيننا أيضا فلان أدى عمل يستحق أحد أن يكرمه يقول أشكره نشكرك على هذا الموقف وجزاك الله خيرا نؤدي الشكر مع الله تعالى كيف نؤدي الشكر يمكن أو لا يمكن نحن نعتقد أنه يمكن من جهة التفتو ولا يمكن من جهة كيف يمكن ولا يمكن هذا النقيضان كيف يجتمعان لأن الشكر إلى الله تعالى يختلف عن شكر المخلوقين كيف أنا الآن عندما أعدد نعم الله تبارك وتعالى عليه لا أستطيع أن أحصيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها فإذا كانت هذه النعمة التي أريد أن أشكرها لا يمكن أن أحصيها فكيف أشكر شيء لا يمكن أن أحصي فلابد أن أشكر بالإجمال كيف بالإجمال أقول إلهي أشكرك على كل نعمة أنعمتها علي يبقى السؤال هل هذا المعنى أدى الشكر أو لا نحن نعتقد لم يؤدي شكر كيف نشكر الله التفتم عندما أعلم أنني لا أستطيع أن أشكر الله حق شكره فقد شكرته أعيد عندما أعلم أنني لا أستطيع أن أشكر الله تعالى حق شكره فقد شكرته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر